احتز الشارع المصري على واقع خبرين اثنين متعلقين بفيروس كورونا تسجيل أول حالتين وفاة لمواطنين مصريين داخل البلاد منذ انتشار الفيروس وقرار بالحج الصحي الجماعي في التقهلية ويضاف إلى هذا غضب الحكومة المصرية من تقرير الجارديان يشكك في الإحصاءات الرسمية لعدد المصابين هذا القرار لم يصدقه كثير من المصريين في البداية إلا بعد تأكيد الوزيرة الذي جاء بعد دفن ثاني حالة وفاة في مصر هنا في هذا الفيديو جثمان السيدة التي توفيت في مستشفى بلقاس وعمرها ستون سنة تلقت العدوى على ما يبدو من عزاء مصري توفي في إيطاليا ودفن في بلقاس ثم نقلت العدوى لبعض أفراد عائلتها أثناء الجنازة خالطت مصري آخر يبلغ خمسين عاما توفي بدوره بعد أسبوعين قبل وفاة الشخص أصيبت عائلته بالكامل بالفيروس الشخصان توفيه ودفنه الأسبوع الماضي وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت في مداخلة تلفزيونية عن أول عملية حجر صحي جماعي في البلاد وقالت وضعت أكثر من ثلاثمائة أسرة في إحدى قرى محافظة أدق أهلية تحت الحجر الصحي إن هذه الأسر كما تقول الوزيرة توجد في نفس القرية التي ظهرت فيها حالتا وفاة لشخصين من أسرة واحدة حالتا الوفاة التي ذكرناها مشاهدين هي السبب المباشر وراء قرار وزارة الصحة البصرية الحجر الصحي الفوري على ثلاثمائة عائلة على الأقل في المنطقة التي وقعت فيها العدوى المنطقة التي نتحدث عنها هي بلدة بلقاس في محافظة أدق أهلية وبالتحديد قرية الكردود التي توفي فيها المواطن الذي يعمل في إدارة الضرائب وقرية السماحية التي توفيت فيها تلك السيدة ودفن فيها المواطن المصري القادم من إيطاليا كثير من العمال المصريين كما تظهر هذه الصورة اعتصموا أمام مقر الوزارة وزارة الصحة للحصول على تصاريح بخلوهم من الإصابة تمكنهم من السفر للعمل في الخارج ما إلى ذلك في وقت عبر كثيرون عن مخاوفهم من المرض بعد تأكيد الحكومة على أربعين حالة إصابة جديدة ووصول العدد الإجمالي إلى مئة وستة وستين لكن في الحقيقة هذا الرقم يشكك فيه الخبير في الأمراض المعضية من جامعة تورنتو في كندا واسمه آيزاك بوغوش بعد نشره أرقاما بالآلاف تتناقض مع ما تؤكده الحكومة المصرية قدر آيزاك أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر لا يقل عن تسعة عشر ألف وثلاثمائة وعشرة حالات إصابة كحد أدنى بينما الحد الأقصى قد يصل إلى أكثر من خمسة وأربعين ألف وقال أن الإصابات التي وصلت كندا جاءت من مصر في وقت لم تكن هناك أي إصابة معلنة فيها من طرف الحكومة في الحقيقة أن الدراسة لم تنشر في أي مجلة علمية معترف بها وهذا أهم انتقاد لها جاء لما جاء فيها بينما قال موقع مدركسي للدراسات الطبية أن الملخص المنشور لها لا زال تحت الإختبار وتقييم من طرف الخبراء في هذا المجال وما ورد فيها حتى اللحظة لا يمكن اعتباره قطعية صحيفة الجارديان نشرت الدراسة أمس وأغضبت الحكومة المصرية بينما صرت أخبار غير مؤكدة عن إغلاق مكتب الجارديان في مصر لم تؤكدها أي جهة لا من الحكومة ولا من الصحف البريطانية وزارة الصحة والسكان المصرية أكدت عدم صحة ما تدولته الجارديان البريطانية وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد أو خالد مجاهد يقول الوزارة تعلن فورا عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بكل شفافية طبق للوائح الصحية الدولية مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر يتابع مع الوزارة كافة البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل يومي هذه الأخبار طبعا أثارت موجة الميناء التغريدات إذا أخذنا تغريدة لأحمد سايم يقول العالم كله بيحارب كورونا بوزارة الصحة إلا مصر بتحاربها بوزارة الدفاع والد الشيخ جاب الله يقول هنا جاب الله مش هي نفس الوزارة اللي أعدت أسابيع تنفي أن ما عندهاش فيروس وهي عندها قوة عمر الفئي له هذه التدوينة يقول فيها أمه توفت بفيروس كورونا في الدق أهلية وده يعني أنه هو كمان أكد انتقلت له العدوى راح عمل عز كبير وأهل البلد يعزوه وسلام وأحضان والنتيجة 300 أسرى عزلوا في منازلهم للأسف إحنا الوعي عندنا صفر في المية أفرض حظر تجول يا ريس وليتحافظ له هذه التدوينة يقول فيها حقومات ومعارضة دول العالم كلها رموا كل خلافاتهم السياسية على جنب وقفين إيد واحدة ضد كورونا إلا جامعة الإخوان بيعملوا أقصى تقتهم عشان يوقعوا مصر أما رانا سامي فتقول بس نفسي أفهم الكنديين كيف تأكدوا من فحص 19 ألف 300 شخص ومين فحصهم التسطر الحكومي على كورونا بمصر له أسباب فزدة طبعا لكن كيف الناس بتسدى وبتعظم خبر بصحيفة دون أن تشكك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر